أصيب اثنان من قوات الاحتلال صباح اليوم في عملية دهس جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وعيضا زعمت مصادر عبرية أن جنديا وشرطيا أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس وقعت عند حاجز زعتر مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذة ودعى الاحتلال أن الصائق نزل من السيارة بعد عملية الدهس ويحمل في يده سكينا وحاول طان الجنود